والله أسأل أن ينصر المجاهدين في كل مكان وإخواننا في فلسطين المباركة وأرض غزة العزة الذين يريدون إعلاء كلمة الله جل وعلا اللهم انصرهم وصب عليهم النصر والتأييد والمعية واجعلنا وإياهم على طريق البدريين فإن النصر للأمة أفرادا وجماعات لا يأتي إلا إذا عاد المجاهدون وعموم الناس إلى طريق البدريين فإن المسلمين في بدر مع قلة عددهم وعتادهم نصرهم الله جل وعلا حيث كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وفي المقابل المشركين كانوا ألف مع قوة عددهم وعتادهم ومع ذلك نصر الله المسلمين بفضله أولا وآخرا ثم بما امتن به عليهم من عقيدة راسخة وإيمان قوي إذ تستغثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ونجول الملائكة لا يتوقف عند بدر بل كل من صار على طريق البدريين وتضرع إلى الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله جل جلاله الذي يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله حينما يرى عبده قد صف قدميه بين يديه ووضع أعلى شيء فيه وهو الجبهة على الأرض ذلا للعزيز وانكسارا للرب الأعلى وهو يبكي ويتباكى هذا العبد ويطلب من الله عز وجل النصر والتأييد والمعية مع صحيح العقيدة وصحيح العبادة وصحيح المعاملة والتخلق بأخلاق النبوة الله جل جلاله يستجيب لهؤلاء العباد ولا يحرمهم من معيته ولا يحرمهم من نصره ولا يحرمهم من تأييده إذن هذا هو طريق النصر طريق النصر إيه إن تنصر الله ينصرك طريق النصر إيه ولينصرن الله من ينصره طريق النصر إيه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو جيت تامع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو جيت تامع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أي نعم